وبدأت منابع المياه الطبيعية المحيطة بموقع مشروع خفر بئر عميقة في الاختفاء والجفاف سكان المنطقة يتخوفون من تأثير جفافية على استفادتهم من جمالية السياحة بالمنطقة تفاصيل في هذا التقليل محمد أغوليش وهيشا مشكيط الشركة الصينية المكلفة بحفر بئر بعمق 600 متر في وادي سيديسلمان بولاية تيسمسيلت الأشغال لا تزال جارية لضخ كميات أكبر من المياه الحموية والرفع من درجة حرارتها غير أن المنابع الطبيعية المحيطة بموقع الحفر بدأت بالجفاف لا لا هذه كانت واحدة هنا وواحدة كانت هنا راح وهذا هذا مكاش لكن هنا حاجة قريلة مكاش قائس منه بقي الارض انتحموا خضرها هذا مكاش كانوا بزاف الناس تزلزق منهم منها الناس تغسل كذا وحدي بيع وكذا وصورة الحمام الحمام هذا نظر بزاف إلا زادوا حفروا ويراح ينظر قوي راح ينقصوا بزاف أسوالح هذا وكي جي تحفروا في الواد راح تجبدلوا المنتاج تتاعوا حتى ليس جي بيش أجرتوا وكذا وكذا قالوا انتوراج هذا 600 متر تحت الارض وزاد في الواد ما يأثر حاجة بيني يأثر توغلنا إلى مركز تلفوق المياه المعدنية ثم اتجهنا بعدها إلى غرف الحمام القديم أين جفت المياه ولم تعتصلها كما كانت في الماضي المياه الحموية والمعدنية المياه الحموية والمعدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر